حتى هذه اللحظة ليست لدينا معلومات دقيقة المتأكدين منه وقالته الداخلية أن كان فيه حد ركب موتوسيكل وضرب على كمين الشرطة لكن الآن فيه تصريحات على أهدت المصر اليوم على لسان اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سينة قال أن إطلاق النار الذي سمع دوياه بمحيط سنت كاترين كان عن طريق الخطأ من أحد أفراد الشرطة على أساس أننا نقصين يعني اللواء طايل بيقول أنه إطلاق النار الذي سمع دوياه بمحيط دير سنت كاترين كان عن طريق الخطأ ونتج عن الحادث إصابة أربع أفراد شرطة تم نقلهم لمستشفى شرم الشيخ الدولي ونفى مدير الأمن أن يكون الحادث إرهابيا اللواء طايل قال أنه كان عن طريق الخطأ والتصريح ده إداه للمصر اليوم هل كان حادث إرهابي ولا عن طريق الخطأ إحنا منتظرين بيان رسمي من الدخلية الأول معلوماتنا كان بتقول أنه حادث إرهابي وأن حد راكب موتوسيكل وأنه بالفعل استشهد أحد أفراد أمن الكمين اللي قبل سنت كاترين دلوقتي اللواء طايل بيقول أنه لأه وده تصريح للمصر اليوم أنه لأه ده كان إطلاق نار عن طريق الخطأ يعني إيه إطلاق نار على طريق الخطأ صراحة أنا ده ما بفهموش يعني هي نقصة كمان إطلاق نار عن طريق الخطأ فأربعة يتصابوا واحد يموت يعني ده إحنا أساس من موت نفسنا يعني ولا بنعمل إيه الحياة عايزين بس نفهم لأنه كل المواقع الأجنبية نزلة بأنه هناك استشهاد ظابط وإصابة آخرين وأنه هناك هجوم إرهابي فهتأظن أن الدخلية لابد أن تخرج لنا ببيان يوضح ماذا يحدث عند دير سانت كاترين ما فيش أي حد من الصحفيين اللي هناك عارف أي شيء وحتى مدير مكتب يعني مكتب الوزير برضو ما بيقولناش حاجة القضايا دي لازم يكون عندنا رد فعل سريع لأنه الرياكشن بتاعها في العالم بيزيد وإحنا عندنا زيارة البابا قادمة فأرجو أن يكون هناك رد فعل سريع وحاسم هل هو إطلاق نار بالخطأ زي على عودة مصر يوم زي ما بيقول بناءنا عن كلام اللي هو طاي المدير أمن جنوب سيناء ولا فيه هجوم إرهابي وأرجو أن احنا نكون صادقين وعارفين بنعمل إيه وبنقول إيه طيب خلونا نتابع الأخبار لحد ما يجي لنا حاجة من الدخلية حتى هذه اللحظة معلوماتنا مش واضحة ولكن مثلا على عودة الوطن شهيد وجوم سانت كاترين يدعى جمال محمد سعيد فيه شهيد أورادي ده برضو عن طريق الخطأ ولا إيه مش فهمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر